كل الأحوال نحن نتحدث عن بداية ظواهر طيبة جدا بدأت الحكومة المصرية في وضع روح جديدة للاستثمار أن الاستثمار ده شغلتي الكلام اللي بيجي لنا بين السطور الكلام اللي بيجي لنا بين السطور كلام بيبرهن على أن ملف الاستثمار في مصر ملف الصناعة في مصر هناك خطوات جدية وحقيقية وملموسة يفهمها بقى الناس اللي بيشتغل الشغلانة دي اللي عنده مشروع تاني اللي عنده مشروع مهما كان حجمه روح للمحافظ روح للمحافظ ده رئيس الجمهورية في مكانه ما تقولش المشروع صغير ما يستهدش لا روح قوله نعطلت أنا محتاج أنا عايز أعمل دوره دلوقتي واخد تكليف أنه لازم يساعدك لذلك لو استمرت الأمور هكذا ولو استمر الحال إقليميا هكذا تاني هرجع أقول وبادعي كل صلاة النهاردة كنا الجمعة دعيت كل صلاة على كل واحد كان سبب اللي حصل في باب المندب وقلت إرادات قناة السويس بنخسر فوق الربع مئة مليون دولار كل شهر لو فضلت الأمور إقليمية وارتاحت الدنيا ورجع الإرادة بتاع قناة السويس زي ما كان والسياحة بدأت تنتعش والدولة فهمة الاستثمار وبدأنا ننفذ حاجات على الأرض الاستثمار وملف الصناعة بقى أولوية احنا بدأنا الطريق صح أتمنى وأرجو إن شاء الله أن احنا نشوف كل ثمار هذه الأمور قريبا جدا اشتركوا في القناة